نشدت وزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بدل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة وأعطاء الحماية للمؤسسات الصحية وفي بيان لها قالت الوزارة أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضرب قاصمة للخدمة الصحية التي تقلست إلى أدنى مستوياتها ما يحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية وخاصة بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع